السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير قبل ما نبدأ الفيديو حابب ان انا هانيكم وكلكم بعيد الفطر المبارك كل عام وانتم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله هاستعرض على حضراتكم ازاي نحمل نسخة ويندوز سبعة مين وتلاتين بيت واربعة وستين بيت برابط تحميل بباشر نسخة كاملة نسخة اصلية بمنطقة البساطة بناء على طلب العديد من المتابعين والمشاهدين لنا على القناة قبل ما نبدأ الفيديو بازن الله لو حضرتك مشتركتش معنا في القناة اشترك فيها عشان يصلك منا كل جديد وضغط على زر لايك واعمل شير للفيديو عشان يوصل للجميع تابع معي الفيديو بالرغم من ان شركة ميكروسوفت انهت الدعم عن آآ ويندوز سبعة سواء كان اتنين وتلاتين او اربعة وستين بيت لكن تظل آآ نسخة ويندوز سبعة مع شوق الكتير من مستخدمة اجهزة الكمبيوتر ولزال ملايين من الاجهزة حول العالم بتستخدم نسخة آآ ويندوز سبعة نظرة اللي سبتها واستقرارها والجماليات اللي بتدعمها هذه النسخة اللي نزلتها آآ شركة ميكروسوفت لكن في ناس كتيرة بتجد صعوبة في تحميلها او ان هي تحصل على نسخة من ويندوز سبعة ده اللي احنا نتعلمه عبعد كل اللي انت هتعمله هتنزل تفتح المتصفح بتاعك وكده تيجي في خانة البحث الفوق ديت تضع العنوان اللي انا ان شاء الله تركه لك في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو ومجرد ما تضعه تضغط على مفتاح انتر من لوحة المفاتيح وتاخد اول خيار هيظهر ليك في نتايج البحث زي ما حضرك شايف كده تمام هننتظر طبعا لما آآ نتيجة البحث تفتح معي هيظهر معك على طول بيقول لك دا ويندوز سبعة ايزو آآ وفي نفس الوقت اللي هي نسخة اتنين وتلاتين واربعة وستين كل اللي انت هتعمله هتنزل تحت لحد ما توصل عند الخيار ده اللي هو بيقول لك ويندوز سبعة آآ اللي هي سيرفز باك آآ وان وبعد كده في نسخة اتنين وتلاتين بيت وفي نسخة اربعة وستين بيت وفي نفس الوقت لو نزلت لتحت هتلاقي اللي هي نسخة آآ سبعة بروفيشنالز آآ سيرفز باك اوان. تمام ولبعد كده سبعة آآ هوم آآ بريميوم آآ وبردو اتنين وتلاتين بيت واربعة وستين بيت. يعني يعتبر هنا مكان لتحميل كل اشكال وانواع آآ ويندوز سبعة. وانا ان كنت بفضل بتفضل اللي هي النسخة اللي هي آآ فيها امكانيات اعلى. طيب قبل ما نبدأ عايز اعرف انا هحمل اتنين وتلاتين ولا اربعة وستين بيت. هعرف ده ازاي? ومن طالب بساطة هتروح تقف على جهاز الكمبيوتر بتاعك وتضغط عليك لك يمين. وتاخد خصائص وتنتظر الحديد ما تفتح معك الشاشة بالصورة دي. زي ما حضرك شايف كده هيبدأ يظهر معك ان نظام التشغيل بتاعك نوعه اربعة وستين بيت. لو كانت تنين وتلاتين هتحمل انت اتنين وتلاتين. انا طبعا بالنسبة لي نظام التشغيل اربعة وستين بيت. فهحمل اللي هو نسخة اربعة وستين بيت. بعد معرفنا نوع نظام التشغيل اللي موجود على جهاز الكمبيوتر بتاعي وهو اربعة وستين بيت. طبعا حضرتك لو كنت اتنين وتلاتين بيت هتختار التحميل من هنا. او اربعة وستين هتختار التحميل من هنا. وبعد كده انت عندك حرية الاختيار ما بين جميع نسخ اللي هي ويندوز سبعة. الميزة في الرابط اللي انا بديه لحضرتك ده اللي هو نسخة آآ تحميل مباشرة. ومجرد ما تضغط هتظهر معك على طول استوانة آآ الويندوز بنسخة آآ ايزو. زي ما حضرك هتشوف معي. هضغط على اللي هو اربعة وستين بيت. وانا انتظر لحظات بسيطة لحديد ما يظهر معي رابط تحميل نسخة الويندوز. تابع معي الفيديو للنهاية. زي ما حضرك شايف كده هقفل بقى الصفحة. بدأ يظهر معي على طول اللي هي الايزو بتاع الويندوز. زي ما حضرك شايف كده مكتوب فوق اللي هو ويندوز سبعة اربعة وستين بيت زي ما انا اخترت. كل اللي انت هتعمله هتنتظر لحين الانتهاء من تحميل النسخة. عسب سرعة الانترنت اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. طبعا انا هوقف طبعا التحميل لان انا محمل النسخة دي قبل كده. طبعا زي ما حضرك شفت كده رابط تحميل مباشر. وفي جميع انواع نسخ ويندوز سبعة. باتمنى ان انتو كونوا استفدتم الفيديو وتعلمتم شيء جديد. ما تنسوش طبعا ان انتو تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. وفي انتظار جميع الاقتراحات والطلبات اللي بيطلبها اعضاء قناة عالم الكمبيوتر والبرامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.